الراديو تسعين تسعين هواها مصري ورجعنا لكم تاني في أجيال مع دكتور محمد رفعة وفاطمة مصطفى خلصنا الألوان يا دكتور خلصنا الألوان نخش بقى في مرحلة حالة الجلد نفسها حالة الجلد بقى نفسها خلينا مثلا نتكلم عن أشهر الحاجات اللي ممكن تصيب حالة الجلد وهو الجفاف والجفاف ده الناس بالذات مع دور الإسهال بقى والكلام ده وهو الجفاف ده بيحصل في الأمراض المنهكة يعني اللي هي دور الإسهال الجامد اللي ما تعالجش كويس فبالتالي الجسم بيفقد عناصر مهمة جدا جدا بتظهر صورة دي في الجلد طبعا طيب ايه تاني كحالة من حالات الجلد التأشير الجامد ليه علاقة بالجفاف ولا ممكن يكون ليه علاقة بحالة مرضية أخرى لا التأشير الجامد مش له علاقة بالجفاف لكن له علاقة بنقص عناصر مهمة جدا زي الزينك مثلا والنحاس الزينك بالتحديد خلينا نتفق على قاعدة ان اي حاجة فيها زينك مفيدة للجلد سواء بها كانت مادة غذائية سواء كان مستحضر دوائي او طبي او تجميلي اي حاجة فيها زينك بتكون كويسة للبشرة هي والفيتامين بي المركب اللي هو بأنواعه المختلفة تمام فحالة التأشير دي بتحصل نتيجة نقص فيتامينات معينة او عناصر معينة معادن زي الزينك وزي فيتامين بي سيكس طيب ايه تاني مهم او ايه تاني غير حالة الجفاف احنا قلنا حالة الجفاف دي لازم نراعيها جدا 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 لانها بتكون مؤشر على ان الجسم ده بقى مش الجلد الجلد ده خلاص يعني بيكون الحالته واضحة بما فيه كفاية ولكن هنا ده بيشير الى ان حالة الجسم ده فيها تأثر بالغ ولازم التعامل معاها بمنتهى الدقة رئة الجلد بقى ان الجلد يكون رئيق يعني وفيه فرق ما بين الجفاف والرئة يعني رئيق عامل زي الورقة كده اللي هي بنسميها الورقة السلوفان او حاجة زي كده الرئة دي بتقول ان فيه عنصر مهم جدا ناقص في الجلد ده وهو الكولاجين او في الجسم ده اه الكولاجين ده كويس دي نحن كمان بالضبط وعشان فتات اللي بيسمعونا وعشان كده هتلاقي دايما انه الحاجات التجميلية دايما بيروجوا ليها من خلال يقولك ايه انها بتحتوي على الكولاجين ايوان الكولاجين يعني بتخلي الجلد زي ما كنت انت بقى بتتكلمي في قبل الفاصل بتخلي يعني املهم ان هم يخلوا حالة الجلد زي البيبيهات كده لما بيكونوا كلمة عليهم وهم لسه في السنة الاولى الحالة اللي هي اللي هي النقاء والتراوة والاستفاء ده بالزبط كده بالزبط كده داي خلني يا دكتور اسأل حضرتك عن نقطة تانية اه دلوقتي بنشوف ساعات طفلة صغيرة يبقى عنده زينا خطوط في وشه الخطوط دي بتدل على جفاف ولا على ايه الخطوط دي احنا بنعجز فبقى طعلنا خطوط ما انا هقولك معادة انا طبعا ما بعجزت من خطوط لا ما تشعر انا مش شايف اي حاجة ما فعلا مش شايف حاجة لو شايف هقولك طب وريني كده الخطوط دي بتختلف يا فاطمة في احوالها وفي فترات ظهورها والكلام ده كله لكن اشهر الاسباب انها بتكون نتيجة نقص او نتيجة سوق التغزية سوق التغزية يعني الخطوط دي بتكون فيها بتنعكس على ان في عناصر معينة في الغذاء مش موجودة طبعا في احوال مرضية زي مثلا حاجة اسمها كوشنج يعني مرض اسمه كوشنج الحاجات دي كلها بتؤدي لوجود الخطوط دي لو الطفل بياخد دواء فيه كورتزون لفترة طويلة ممكن يؤدي الى وجود الخطوط دي من الكورتزون لكن وجود الخطوط السبب العام زي بالظبط كده عارفة قياس مع الفارق زي ما ديما بنقول تمام لما حد من الكبار يعني مثلا حد يقول لحد ايه انا عندي صداح عندي صداح خلاص فوارد انه اهم سبب ايه انه ممكن يكون مش نايم كويس عايز تغير النضارة كشف النضارة الجيوب الانفية فيها التهاب غير بقى لما يكون فيه حالات مرضية لا قدر الله لا قدر الله زي مثلا الحاجات الموجودة في المخ او حاجات زي كده كله في الاخر كله هيجيب صداح لكن زي ما الانجليز بيقوله ما هو شائع هو شائع ففكرة الخطوط دي لما بنشوفها مش لازم نروح ناحية التشخيصات المعقدة في الاول ممكن نبدأ بالحاجات البسيطة نبدأ بالحاجات البسيطة نشوف هل الطفل ده بيأكل كويس ولا لأ بيشرب كويس ولا لأ بيشرب مية لانه من اكتر الحاجات المفيدة للجلد على فكرة كنا لسه هنقولها المية خلينا بقى الساعة اشتركوا في القناة